أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية الدور القيم الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية في نشر وتعميق المعرفة والعلم وكذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي وخلال استقباله لمجلس أمانا ومدير مكتبة الإسكندرية أكد الرئيس السيسي ضرورة أن تكمل مكتبة الرسالة التي تؤديها مصر في بناء الجسور بين الثقافات وإرساء السلام والتنمية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مجلس أمانا مكتبة الإسكندرية الذي يضم نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة منهم الدكتور مجدي عقوب والدكتور أكمل الدين إحسان أغلو الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي والسيدة لويز موشي كيوابا سكرتير عام المنظمة الدولية للفرانكفونية والسيد ميجيل موراتينوس وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمماثل الأعلى لتحالف الحضارات بالأمم المتحدة والدكتور محمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق والشيخ أمي بنت محمد آل خليفة رئيس مجلس أمانا مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة بالبحرين والسيدة أمينة محمد وزيرة الثقافة الكينية السابقة والسيدة ساميانو كرومة والدكتور مفيد شهاب والمهندس هاني عازر والسيد محمد سلماوي رئيس اتحاد الكتاب المصريين وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بأعضاء مجلس الأمناء مؤكدا أهمية الدور القيم الذي تقوم به المكتبة في نشر وتعمق المعرفة والعلم كذلك التشجيع على القراءة والبحث والعمل الثقافي بما يدعم الحوار بين الحضارات ويعمق الفهم المشترك والتعايش بين الشعوب ومشيرا إلى أن إدراك أهمية وثراء التنوع البشري وتكريس مبادئ المواطنة هو الأساس لحماية النسيج المجتمعي كما شدد السيد الرئيس على حرص الدولة على أن تقدم المكتبة أفكارا وأنشطة مبتكرة وأن تعمل على تعميق الاهتمامات العلمية والثقافية بين الشباب مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم الدعم الكامل لكافة المشروعات الثقافية الهادفة إلى رؤى مبتكرة وفعالة لدعم الشباب والنشأ ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس الأمناء الدعم المتواصل الذي يلقونه من الدولة لضمان قيام المكتبة بدورها الثقافي التاريخي لتحقق أهدافها كنافذة للمصر على العالم ونافذة للعالم على مصر وثقافتها أثرية وتاريخها الممتد كما شهد اللقاء نقاشا مفتوحا حول الأوضاع الدولية والإقليمية حيث أشهد مجلس الأمناء بالدور المحوري الذي تقوم به المصر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة ولإنهاء الحرب في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع ومن جانبه أكد السيد الرئيس حرص مصر على وقف نزيف الدم بالقطاع والإسهام الإيجابي المتواصل في دفع جهود تسوية الأزمات بالمنطقة مشددا على أن ترسيخ ثقافة السلام يعد عنصرا أساسيا لمستقبل أكثر استقرارا وأمنا للإقليم والعالم ترجمة نانسي قنقر